السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا الشباب رجعنا لكم يوم مقطع الريستر الأسبوع حق الأسبوع التاسع وبداية الإفنت حق سولستس بالإضافة حب أني يعتدر أو شيء في البداية عن التأخير عن المقطع هذا ولكن الموضوع ما كان بيدي الموضوع كان بيد بونجي كانوا مقفلين السرفرات توها فتحة السرفرات بتوقيت مكة ساعة 11 بالضبط توها فتحة السرفرات أتمنى أنكم تعذروني عشان المقطع راح يكون شوي تم تأخر ولكن أهم شيء ندخلنا وترى المفروض أنه أصلاً ما ندخل الحين كان مفروض أنه فيه عطلة برضو زيادة يمكن أن تفتح سرفراته لوحدة في الليل ولكن على العموم من جرد أن أول ما دخلنا يا شباب زي ما نشوفين فانغارد بوستر فمن نسبة للناس التي تبقى ترفع الرنكات حق الفانغارد بسرعة الأسبوع هذا هو أسبوعكم بالإضافة أنه سولستس حق 2022 بدأ فخلونا نشوف كل شيء مع بعض يا حيال وراح ننهي المقطع بأن نشرح كل شيء في الإفنت طيب أول شيء يا شباب من نسبة للأساسيات من نسبة للنايت فول راح يكون ووردنوف ناثنغ اللي موجود في كان موجود في تانغل شور الحين موجود في الدريمينج سيتي هذا من نسبة للفانغارد واللي هو النايت فول من نسبة لي كروسبل ميهم يا حلوين ومن نسبة للويكند راح تيجي ترايلز في يوم الجمعة بإذن الله طيب هذا من نسبة للريست عامة من نسبة للروتيشين إذا ما نغلطانه راح يكون لاست ويش بالإضافة إلى الشتر ثرون من نسبة للدنجن طيب من نسبة للتاور يا شباب زي ما انتم شايفين مجرد نحنا راح نروح هناك راح نلاقي بونفاير باشي اللي هو منطقة الإفنت حق السولستس بالإضافة إن العجوز الشمطاء رجعت مرة ثانية اللي هي إيفا ليفانتي تكلي عليكم لكم تروحوا للتاور ومكلمها وراح نخليها في نهاية المقطع ما احنا نتكلم معاه في البداية وزي ما شايفين سبيك بد إيفا ليفانتي هذا أول خطوة عشان نبدأ السولستس ولكن أنا اللي عرفت إنه مفضل إنه فيه سيل جديد نعم زي ما انتم شايفين قدامكم عندنا سيل اسمه ريفلر وهو تقريباً أتوقع عنا خليني نشيك على السريع يقول لك تشانجين كمبليتد غاردين جيمز أوكي هذا الغاردين جيمز ما هو أوكي يبغانا أوكي يبغانا نخلص غاردين جيمز وسولستس والدونين فيستفل هذا باختصار يشمل كل الأربع إيفنتات اللي موجودة في دستني فإحنا انتم الآن كل اللي عليكم لكم تخلصون حق السولستس وبعدها راح يجينا بإذن الله اللي هو غاردين جيمز السنة الجاية والدونين راح يجينا نهاية السنة هذه بالإضافة فيستفل الفلو دولوست راح يكون السنة الجاية فشباب كل اللي عليكم لا والله إذا ما أنا غلطان راح يمدينا نخلص السولستس وفيستفل الفلو دولوست والدونين السنة هذه وغاردين جيمز رح يكون السنة الجاية طيب هذا من نسبة لي السيلة الأول خلنا نشوف السيلة الثانية اللي هو متاسمه فليم كيبر من نسبة لفليم كيبر كله زي ما انتم شايفين سيكرت ولكن الان فهمتها انه كله متعلق بيفنت السولستس فراح يكون شي جدا حلو بالاضافة لذا دخلتوا على سيزن اف ده هونتد وروحتوا للصفحة الثانية او مليش مفروض انها الصفحة الثانية اوكي ما في غريبة شي هذا غريب المفروض انه تكون فيه ترايمز حقه السيل او مو سيل حقه الافنت وين راحت خلنا نشيك على السريع والله ما ادري وين راحت دقيقة اتبقى انه في ايروبا لا هذه لو سكترز نعم ما ما ادري وين حاطينها الزبدة بالنسبة للسيلين عندنا سيلين جدد بالاضافة خلنا نروح نشوف الاستور على السريع مع بعض وبعدها رح نروح نكلم ايبا ونشوف الخطوتين او ماي قاد اوكي تغيير في كويست الكويستة بنفسه بكبره عندنا سيزن اف ده هونتد وعندنا السولستس زي ما شايفين عندنا تشالينجات مرة كثيرة ريوورد موجود زي ما انتم شايفين يمكننا ناخذ الريوورد بالتكت حقه اللي هي اليفنت تكت لازم تجمعونا باختصار انكم تخلصون ترايمز زي ما انتم شايفين كلها سيكرت اللي ما روح ااخد اليفنت ويبدأ معاي باختصار زي ما شايفين عندنا دباب جديد ايموت جديد القوست وحركات كده جديدة فيه اشياء مرة كثيرة جديدة العموم لازم نخلص كل شايفيه طيب هذا من نسبة للكوست تاب من نسبة خلنا نروح الستور او الشي زي ما قلت لكم بعدين نروح للشالينجات الاسبوعية طيب اول شي زي ما شايفين هنا الحين قدامكم يا شباب في شي يمديكم تشترونا اللي هو ابغريد اه ايفنت كارد راح يطورونها راح يصير يعطيكم تيكت اسرع او طليقه شي ما نفاهمه ولكن الشي هاد راح يمديكم تشترونا بألف سيلفر و راح يخلي الايفنت كارد حقاتكم تخلص اسرع او يعطيكم ايفنت تيكت اسرع ما مني فاهم عندنا إيموت بألف سيلفر يا شباب في الصفحة الرئيسية زي ما شايفين ما نفهم حق البابلز عندنا إيموت ثاني برضي يا شباب اللي هو باور معليش طلعت فينشر فينشر مرة حول ورح تكون عندنا القوست على شاكل الدونات عندنا قوست معليش مع نفسه عندنا الأورنمت حق الوذر هورد يا شباب عندنا في الصفحة الرئيسية بالبرايد دست عندنا شيدر الاشياء التي تنحقها ترانزماتفكت ونتم نزيم الطيارة إيموتين واحد أزرق وواحد إكزوتك طيب هذا من نسبة لي أوكي قبل أن نتكلم شباب الأورنمتس يا ساتر يا ساتر على الأورنمتس وإيموت صراحة فيه شيء مرة كثيرة في السيزن هذا على المهم خلنا نروح نشوف الشياء البرايد دستي الشباب على السريع من نشأل الشياء البرايد دستي الشباب أو شيء عندكم الإيموت الإكزوتك يا حلوين اللي كان موجود أصلا السنة اللي فاتت فاللي حبنا ياخذه موجود بالإضافة عن عندكم إيموت جديد للسيزن هذا اللي هو حق القليب وهو ماسكة وراح يقعد ماسكة زي كده طول الوقت اللي إيموت تسوي ستوب إيموت وبعده راح ينهي الإيموت ياشي حلوين وزي ما شايفين راح ينزل القليب ويختفي طيب بعدها يا شباب عندكم القوست اللي على شكل كورة حق فوليبول أو كورة حق البحر بالإضافة أنه عندكم السبارو هذا يا شباب والطيارة هذه وورنومنت الميرسلس بالإضافة للشيات نحط بقل قوست وثلاثة أشياء ونتم نزلين من الضيارة وأربع شيدرات يا حلوين حق إفنت السولستس فاللي حابها زي ما شايفين هذي ثلاثة أموت ثلاثة شيدرات حق إفنت السولستس ووحدة قديمة طيب هذا من نسبة للأفا فرس أو الستور خلنا نروح نشوف للشالنجات الأسبوعية على السريع يا شباب ما نبغى نخلي الأسبوع هذا طويل عليكم ونبغى نشرح بسرعة عشان نلحق إيش نروح نلعب السولستس ونشرح لكم إياه طيب من نسبة للشالنجات الأول يا شباب ما نروح نلعب مش نستضر ريزولف ونلعب بالسبكلاس أو السوبر سولر أسلحة سولر الكنتك أو ستيسس الويبن اللي فوق ما تفرق طيب نجي للشالنجات اللي بعد يا شباب في منطقة الليفايثن يبواكم تتبحون بروكت لاونشرز ورابد ديفيت رابد ديفيت يبواكم تكتلون ثلاثة أو أكثر بمع بعض يعني قتلات مع بعض باختصار وانتم قاعدين جيبون راكت لاونشر في نفس وقت راح تجيبون قتلات الربد وإن شاء الله أنكم تخلصونا بسرعة في منطقة الليفايثن طيب من نسبة للشالنجات اللي بعد يا شباب يبغانا نذبح بسلاح الكنتك وسلاح الانرجي وسلاح الباور أو الهيفي يعني باختصار يبواكم تذبحهم بثلاثة أسلح حقتكم كلها وبالنسبة المئوية زي ما تشوفينها وإلما تخلصوناها بإذن الله ورح تخلصونا للشالنج هذا من نسبة للشالنجات اللي بعد يا شباب يبغانا نذبح غارديانز بي أو ماني متأكد هو فيها هادس لا ما فيها هادس غارديان بالإفكت حقه السولر يعني سوبر أبيلتي سلاح السولر حقكم لما ينفج ريكة الواحد جنبه هذي كلها رح تنحسب لكم وأتوقع أتوقع إذا ماني غلطان أنه لا يمديكم تذبحون آد ولكن الغارديانز يعطيكم نسبة أكبر طيب من نسبة للشالنج اللي بعد يا شباب يبغانا نلعب عشرين أو نفوز عشرين راوند في ترايلز طبعا ما حيندكم تخلصونا للشالنج هذا إلا في الويكند اللي هو يوم الجمعة بإذن الله من نسبة للشالنج الأخير يا شباب يبغانا نذبح بـ Solar Effects Solar Effects فيه بـ Vanguard يعني بختصار تذبحون بأسلحتكم السولر ولما تسبب بانفجار تقوم تفجر الأعداء اللي حوالينها أو بالقرنيد أو بالسوبر أي أن كان ولكن في الـ Vanguard Playlist هذي مكان الـ Vanguard Playlist يا شباب عشان اللي يحب أن يسأل هذا مكان الـ Vanguard Playlist جميع شايفينا هنا أو الـ Nightfall حتى تنحسب ترى يا شباب ولكن زي ما شايفين الـ Vanguard Playlist أسهل لكم عشان تخلصونا القتلات هذه مرة بسرعة طيب شباب هذا من نسبة لأسبوع هذا من يحب أن يخلي طويل عليكم لأنه صراحة أن أدخل بسرعة في السولستس وأبدأ أفهم زيادة عشان أقدر أشرح لكم ياه فأسرع وقت بالإضافة عشان ننزلكم مقطع الـ Grand Master بإذن الله بكثير خلال اليومين الثلاثة أيام الجاي راح أكون ننزلت لكم السولستس والـ Grand Master بإذن الله وبعد راح أبدأ أشتغلكم على البلدات اللي أنا لسا ما نزلتها طيب شباب هنا وصلنا لنهاية المقطع آخر شي حاب أنيقول يا شباب لا تنسوا لكم وتشتركوا في القناة إذا ما أنتم مشتركين وزر اللايك يا حلوين ونشوفكم إن شاء الله في المقطع الجاي مع السلامة